طيب عندنا موضوع تاني برضو عايزة اخد رأي حضرتك فيه استاذ لطيف وبردو اثار ردود فعل كثيرة جدا ما بينه مؤيد ما بينه معارض ولكن فيه سعادة للسعوديات السيدات السعوديات حيث اعلن الملك الملك السعودي بانه السماح للمرأة بقيادة السيارة وباستخراج رخصة ملك السعودية يصدر امرا يتيح للنساء استخراج رخص قيادة بعد طبعا يعني من التسعينات وبعد بيقولوا عشرين سنة وبتحارب المرأة السعودية معرفش مشاهدين يعرفوا لا لا السعودية كانت البلد الوحيدة اللي بتمنع ان السيدة تقود سيارة او يكون معها رخصة قيادة بالضبط وبالتالي كان فيه ردود فأي رأي حضرتك في الاعلان خطة طيبة جدا على طريق الصحيح للسعودية الجديدة السعودية الحديثة كمان انا سمعت ان هما بتشاوروا في موضوع الكفالة وموضوع حيث الامر بالمعروف فيدي امور ايضا لو اتصلحت هتبقى السعودية في طريق صحيح جدا نحو الوطن الجديد الوطني جديد او الحياة الوطنية الحديثة البعض برضو من كترة من الحاجات الكتيرة اللي انتشرت على المواقع التواصل الاجتماعي ان البعض شايف بيقول ان ده تأثير زيارة دونالد ترامب او تأثير ترامب ايفانكا ميلانيا يعني الزيارة اللي حصلت في السعودية الفترة اللي فاتت وانه الناس بتتساءل ايه تاني هيحصل يعني هو امريكا مش بيددي تعليمات لكن هم عارفين اتجاه امريكا فهم بيننفذوا اتجاه امريكا والسياسة امريكا لكن غلط ان يقولوا ان امريكا بتقول لهم كذا او بتعمل كذا او بديد اردن لا هم عارفين السياسة بتاعت امريكا عايزين يتوافقوا ويتمشوا مع السياسة الامريكية يعني ده سياسة انفتاح طبعا طب السؤال التاني ويمكن كان برضو دكتور خلد منتصر عرضوا على صفحته ماذا عن بقى الشيوخ اللي كانوا بيمنعوا موضوع او بيقولوا ان ده ليه علاقة بالشرع او حد تاني كان بيقولك على مش عارف المبيض يحصل له ايه والدنيا ايه هلك يا ترى المعلومات العلمية دي هتتغير يا ترى اللي هو كان الفوزان صالح الفوزان تقريبا كان بيقول حاجة برضو صعبة جدا ان كده انت بتساعد على الفساد والمش عارف ايه وده ضد الشرع ان الست بقى تاخد مفتاح العربية كده وتروح لمن يغويها ومش عارف يعني الكلام اللي رايح في السكة الصعبة دي سمعت تقرير في البي بي سي النهاردة بيقننوا وبشرعانوا عملية ان الستات تسوق اللي تغير يعني وبالتالي الشيوخ حيمشوا على نفس النمط اه ما هو الاول ممنوع الشيوخ بيقولوا اه لا ده ممنوع من الشرع دلوقتي بيقولوا في الشرع بيقولوا اه اه يعني الشرع ينفع يتقال فيه او لا اه حسب اله هو بعض البردو اللي هما لانه قالك ان ده بناءا برضو على انه كان فيه اخذ رأي كبار العلماء ما اخدش القرار ده قبل ما ياخد رأيهم وانه القرار ده كان مدروس مجاش فجأة لان برضو كان فيه سؤال يطره وده جي فجأة قالك لا اه ده كان فيه دراسات وامور وبحث في المجال ده وانه كان فيه سيدات سعوديات كتيرة كانوا تبنوا حكاية الدعوة لانه يتم استمح للمرأة بالقيادة كان كمان البعض منهم وصل الامر انه هما كانوا بيتحدوا عدم القيادة وكانوا بيسوقوا فيه منهم اللي تتمسكوا وتسجنوا ويعني كان قصة لها فترة طويلة في الجدل يعني وبالتالي اعتقد انه يعني هنشوف ده انا كنت بعتلكوا صورة برضو زميلي ايوة برافو عليكم الغريب السيد لطيف انك تلاقي سيدات معترضة بصت هنا بتقولك ايه لن نقود الحريم حريم بيتي لن يقوده هو في طلع طلع هاشتاجات كتيرة اوى على مواقع التواصل الاجتماعي لكن الهاشتاج بتاع حريم بيتي لن يقوده دي واحدة اسمها منال القحتاني يعني اذا كانت حقيقية او اذا كانت بتمثل هذا الفكر لن نقود نحن بنات شريفات وحشمنا الدين وابقنا رجال ربونا على العفة والشرف نترك الموضوع للساقطات هل تتخيل ان دي سيدة بتقول كده يعني انا مش عارفة ليه مدخلين الموضوع انا شك في هذا الكلام لا لا فيه اعتراضات كتيرة وفيه منهم اللي كمان قال لك احنا ليه نسوق ما احنا بيشغلون سوائين وسوائين اجانب واحنا بنرتاح احنا نسوق ليه دول قاعدين في البيوت وكبروا لكن الشبات الصغيرات اللي هم متطلعات وعندهم امال وطموح لا اظن ان هم يرفضوا هذا الكلام تمام هو طبعا اكتر اكتر تغريد او اكتر وسم زي ما بيسموه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موضوع الملك ينتصر لقيادة المرأة كان فيه طبعا يعني حتى لما سألوهم برضو في حوارات على البي بي سي ناس من السعودية وناس من رجال دين وكده قالك انه لا التعليقات دي تأتي في اطار التعليقات الشزة اللي هي البسيطة القليلة ولكن التعليقات الاكتر قالك 90% من السعوديات ومن الشعب السعودي فرحانين بالقرار ده ومع الملك وبناء عليه لقينا ان فعلا الهاشتاج بتاع الملك ينتصر لقيادة المرأة كان هو اكتر وسمع على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد اصدار العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لأمر يسمح للمرأة بالمملكة قيادة السيارة وهيئة كبار العلماء كانت قالت تعقيبا على ده برضو ان هم موافقين بيقولوا للملك حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية وعلى الوسم ذاته بتاع الملك ينتصر لقيادة المرأة كان فيه تعليق لأميرة الطويل بتقول قرار تاريخي نتذكر للملك فايصل دعمه لتعليم المرأة وللملك عبد الله ادخلها مجلس الشورى فرأينا انجزتها وستتذكر للأبد الملك ينتصر لقيادة المرأة ردود فعل كانت الحقيقة جميلة جدا على هذا القرار لدرجة ان المندوب الأمم السعودي في الأمم المتحدة هو من أعلن هذا القرار في ساحة الأمم المتحدة وكان فيه تصفيق حاد كمان أمريكا رحبت بالقرار جدا وترامب طبعا رحب بهذا القرار ومعتبرا إياه خطوة إيجابية البيت الأبيض في بيان رسمي قال ان الرئيس دونالد ترامب يسني على قرار المملكة العربية السعودية بتأكيد حق المرأة بالقيادة وهذه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق النساء والفرص المتاحة أمامهن في المملكة العربية السعودية إذن يعني هو حيتبني كمان أمور كتيرة ما كنش يقدروا يتكلموا فيها بناء على كسر الجمود فده القرار ده تكسر الجمود ممكن بعد كدوة يكون فيه أمور أخرى أحدث وأجدد وأفضل وتعيش السعودية في رفاهية هو قالت في استراتيجية جديدة اللي كان ولي العهد برضو كان قدمها وأنه هي تبنيها اللي هي 20-30 فبالتالي بيقولوا أن من خلال هذه الرؤية الجديدة رؤية 20-30 احتمال كبير فعلا تتغير أمور كثيرة نأمل هذا نتمنى